وصل وزير الخارجية سمح شكري مطار جامينة في مستهل زيارات إلى تشاد وجنوب السودان وذلك في إطار التنسيق والتشاور مع دول جوار السودان حول تطورات الأزمة السودانية أوضحت وزارة الخارجية أن شكري يحمل خلال زيارة رسالة من سيد الرئيس عبد الفتح السيسي إلى كل من محمد إدريس دي بي رئيس جمهورية تشاد وسلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان ترجمة نانسي قنقر